السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اخوة اخوة تاتيك ديري لبساليكم بخير هاني ينكركم سيانين نتمنى اكون قاعدكم بخير وعلى خير فيما كنتوا تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو ديالي وما جيت ان شاء الله سنتقسم معكم واحد زليفة دي الرايب البلدي بالفواكه اللي كتجي واعرب واعرب السافل دي دا ما غديش تتبعوا منها فكتحضروها اللي عشا شي حاجة اللي مشبعة صحية وايضا الناس اللي كيديروا الجي جيم غديتنا لإعجابكم السافل الوصفة هذه فمعليكم اخوة تغير تتبعوا معي الفيديو من الاول حتى الاخر باش شوفوا معي جميع المكونات ديال هالطريقة وقبل ما نبدو الفيديو ديانا كفما العادة منسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهل اصحابه اجمعين متساونيش اخوتي منلي لايك ومتاعلكم الزوينة اللي كتفرحني بسر وندزل الآن الطريقة والمكونات مع بعدياتنا لدي الفواكه بالنسبة للفواكه اللي غاد نستعمل انا عندي العنب على جوج ديالانواع عندي العنب الاسود والعنب يني كماما رأت promote لدي رملة لدي الفواكه اللي هم كلكم تستعملو اي فاكيه عندكم تستعملوهما شي ضروري من هدا الفواكه اللي بختهجت معاكم تزيدو ايضا الموز لهو البانان يمكنكم ايضا تزيدوا الافوكي لكانت تفره عندكم مهم جميع الفواكي لكانوا عندكم فهناك فما كنت لاحظوه اختيت هناك الحبادية الرمان ونقيتها كيفما لاحظوه معي في الصورة كنحاول انا نبدي ذاك الفاكيهة اللي ما كانتك حالش يعني هي اللي نقيتها بالأول سنخلي ذاك الحبادية لتفح حتى الاخر كيفما نعرف التفح يعني كيتغير اللون ديالو ذاك الشعر سنخليه حتى الاخر عاد غادي نقيت نقيت كما قلت لكم ايضا حتى ذاك الكمية ديال اللي عنب استعملت انا العنب كما قلت لكم ديال الكحلو ديال البيضاء مهم العنب اللي عندكم ممكن انكم تديره فانا استعملت هنا الفواكيه اللي متوفر عندي خديت هنا ذاك الحبادية للشهدية صافي كننقيتها على تشكل هذا بالنسبة للشهدية وتفح ما غديش نقشره وغدي نضيفه به بالقشرة ديالو فقط حاولوا انكم تغسلوه مزيلا وصافيه ونقيتها على تشكل هذا كنحيده بالنسبة للتفح كنحيد لذك العفل اللي كينا في الوسط وكنقطعها على 4 ومن بعد كنقطعها طريفة على ذاك الشكل هاداك وكنحاول ان انا نقطع طريفات اللي كيكونوا ارقاق على هاتشكل مهم فيديو راه موضح راسو براسو نتمنى ان الشرح يكون واضح حتى هو مهم هنا فضل المرحلة راني حاولت اناني نسرع لكم لما اقطع بش ميجيكم شاكل فيديو طويل ديال السف من بعد ما نقل الفواكه اللي عندي اخديتنا واحد لوبون وغادي نوضع فيه تقريبا اربعة ديال المغارف كباري ديال رايب البلدي ايه هذا الرايب البلدي يعني الرايب ديال البقر كناخدها كصراحة واحد الكمية ديال الحاليب اللي كيكون طبيعي 100% وكنديرو في واحد المكان كنخلي حتى كيروب صافي وكندير فيه الفواكه فكيجي كي حمق بها الطريقة هادي ما غديش بالنسبة الاخوات او السيدات اللي كنفخوما كالرايب البلدي ما غديديركم والو مع الفواكه كيجي ووعر ووعر بزاف من بعد ما كنضيف الرايب من بعد كنضيف ذاك الفواكه اللي نقيت معاكم ايضا ذاك الكمية ديال اللوس يمكنكم تستعملوا ايضا القرقاء الطمار مهم زبيب على حسب مكسرات اللي متوفرين وليك تفضلوا طبيعة الحال من بعد كنحرك مليحة كينساجموا المكوينة معا بعض وكنناخد هنا زليفة فين غدي نقدمو صافي وكننقدمو عليها تشكل هاكا كما قدلكم تاخدوا ليها زليفة في العشاء ارى شي حاجة اللي ووعرة مش بيع صحي وايضا الناس اللي كيبيروا الرجيم ارى شي حاجة اللي ووعرة صراحة شبعكم وشي حاجة اللي صحي ياكا في العشاء خفيف طبيعة الحال نتمنى تجربوها اخواتي اخواتي نتمنى للفيديو دانيل اعجبكم فيديو سهل وبسيط نتمنى كلم قدلكم اذا اجربت الوصفة او اعجبتكم تبارتاجوا الفيديو مع اخواتكم اصحابكم مع قاعد الناس اللي تعرفوا بفضلا وليس امرا اذا كنت اجدادوا الاول مرة تشاهدوا الفيديو لك تشاهدوا القناة نقول لكم مرحبا بكم في قناتي وقناتيكم معلكم غتشتركوا فيها وتشغلوا الجرس باش فقط توصلوا في كل ما هو جديد ما تفخلوش اللي يبلي لايكات ديركم تبعلكم زوينة المحفزة على الفيديو ولبقى نكتشاهدوا الفيديو حتى الضبط بابعة الحركة نقول لكم شكرا بزافة على الحسن المتابعة وبسلام عليكم مع فيديو جديد وصفات جديدة ان شاء الله وبسلام عليكم شكرا